اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن المنطقة أصبحت موطنا لرياضة سباق الفورميلوان بفضل ما تمتلكه دولها من مقاومات وإمكانيات مميزة في إدارة وتنظيم السباقات والخبرة التي اكتسبتها من إدارتها سباق هذه الرياضة العالمية والذي جعل هذه الدول محطة أنظار العالم وعزز من موقعها المتميز في مجال تنظيم السباقات الدولية مشيدا سموه في هذا الصدد بالنجاح الكبير الذي حققه سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورميلوان لعام 2021 جاء ذلك لدى حضور سموه حفظه الله اليوم السباق النهائي لجائزة الاتحاد الطيران الكبرى للفورميلوان لعام 2021 في حلبة مرسياس بأبوظبي حيث وهن أسموه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي وأصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان وليعهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بنجاح استضافة الإمارات لهذا السباق متمنيا للإمارات دوام النماء والازدهار وللقائمين على حلبة مرسياس لسباقات الفورميلا ون مزيدا من التوفيق والنجاح وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد قام بجولة تفقدية لحلبة مرسياس اطلع خلالها على الاعداد والتجهيزات النهائية قبل انطلاق السباق مؤكدا أن تميز حلبة الإمارات في هذه الاستضافة سيضاف إلى سجل إنجازات دول المنطقة في استضافة السباقات العالمية وقد التقى سمو في حلبة مرسياس لفورميلا ون أخه صاحب السمو شيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي وأخاه صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد بوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعددا من كبار الشخصيات والمسؤولين